السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته موضوعنا الليلة هو سبحان من سخر هذا لهذا كلمة لطالما كنا نستمع اليها يرددها بعض الناس ولا نكاد نفهم مضمونها الا بعد ان نرى حقائق ووقائع تدل عليها سبحان من سخر هذا لهذا يعطينا انطباع بل وتأكيد على ان هذا الوجود لا يسير عبثا بل ان الله سبحانه وتعالى هو مدبره ومدبره حكيم وحينما تشتد الازمات على الناس وحينما تغلق الابواب وحينما تقل الموارد وحينما يخاف الناس على مصيرهم ومستقبلهم تاتي هذه العبارة سبحان من سخر هذا لهذا لا تخاف ولا تخشى ربنا موجود وهو سبحانه وتعالى يتدخل في اللحظة المناسبة لإكرام الضعفاء ونصرة المظلومين وإغاثة الملهوفين أروي لكم قصة حقيقية واقعية لهذا المعنى قصة معلمة معلمة تدرس أو تدرس في إحدى المدارس مدرسة كبرى وتعطي ثمن جيد والمعلمة إنسان خلوقة مؤذبة محترمة على نصيب من الحسن والجمال لكن تقدم بها العمر ولم تتزوج زميلتها في المدرسة يتفاجأ لماذا هذه لم تتزوج مع أنها جميلة وأنها متخلقة وأنها في مستوى رفيع من العلم وتقوم بوظيفتها على أحسن أداء وكل من فتح مع موضوع الزواج تغلق أذنيها تتراجع إلى الخلف وتأبى أن تلاقش تفاجأ الناس وضنوا بها الضنون الناس دائما يسرعون فيسرعون الضن بالآخرين قالوا فيها كلام كثير منهم من قال إنها معقدة نفسيا منهم من قال بل إنها مصدومة عاطفيا والآخر قالوا ربما كان عندها صديق أو عشيق فوعدها وصفر خارج أرض الوطن وهي في انتظاره وطال انتظارها ولم يعد ومنهم من قال لا إنها مسحورة لعلها فيها سحر ومنهم من قال لعلها تعاني من الجن العاشق وكل قال كلام الناس لسانهم طويل يقولون كلام شديد في الناس ولهذا من أعظم النعم أن الإنسان يمسك لسانه لا يذكر الشيء إلا إذا تأكد منه ولا تتكلم إلا بالخير هذه السيدة هذه المعلمة سمعت كلام كثير في نفسها ودائما تستاء منه لكنها صبورة وكتومة دائما تتكتم وتبقى على حالها مرت الأيام في يوم من الأيام وكان نهاية الفصل الدراسي والمدرسة أقامت حفلا كبيرا بهيجا وطلب من الأساتذة ومن المعلمين والمعلمات والأطر الإدارية بحضرة آباء وأولياء تلميذ أن كل منهم يعبر يعطي عبارة يعطي كلام تدخل مداخلة قصيرة فكلما طلع شخص إلى المنصة صعد إلى المنصة كان يقول كلام يضحك الآخرين ومنهم من يشجعه ودائما هذه المعلمة كثومة فقالوا لها هل صعدت إلى المنصة وحكيتنا حكاية أو قلت أي كلام أو أي مداخلة لأن كما يقول السقرات تكلم حتى أراك تكلم حتى أراك فقالوا لها خبرين عن أي موضوع بدأت هذه المعلمة تتكلم ماذا قالت قالت سأروي لكم قصة وبدأت تقص قصة غريبة تقول كان رجل يرغب في الإنجاب أن ينجب الذكور كان متزوجا وحينما تزوج رغبة أن تلد له زوجته الذكور لكن فجأ بأن الزوجة أنجبت له بنتا أنتا ثم بعد ذلك بعد مدة قليلة تزوج هذا الرجل أنجبت له زوجته أيضا فتاة أخرى أنتا للمرة الثانية ثم بعد ذلك بدأ يستاء ويستاء ويستاء فأنجبت له البنت الثالثة فكان مرة يسبر ويستاء لكن لما أنجبت له البنت الرابعة شعر بنوع من الضيق وقال لن أقبلها لن أقبلها فكان يأخذ البنية ويحملها إلى المسجد قبل سطة الفجر يضع على عتمة المسجد لعل أحدهم يأخذها الأم كانت حزينة وتبكي وتقول يا رب يا رب أعد إلي بنيتي أعد إلي بنيتي ويفاجأ الرجل بأن لا أحد يأخذ البنية ويعيدها إلى بيته تكرت العملية مرارا كل مرة يأخذ البنية في خرقة بيضاء يضعها على عتمة المسجد قبل الفجر لعل أحدهم يرغب فيها ويأخذها والأم تبكي وتناجي ربها يا رب أعد إلي بنيتي وسبحان الله العظيم لا أحد يأخذ البنية فتعود كل مرة كل مرة كل مرة إلى بيتها أنا ذاك يأس الرجل فقبلها على مضض وهي البنت الرابعة وكان يهدد زوجته لابد أن تنجي بني مولود ذكر والزوجة تدعو الله تعالى يا رب إرضاء لقلب زوجي أرزقني مولود ذكر فعلا ربنا سبحانه وتعالى سميع مجيب فبعد أن تأخر عن الحمل لبضع سنوات أنجبت مولودا ذكر المولود الأول لكن لما أنجبت المولود الأول توفيت البنت الأولى نقص نقص واحد بعد ذلك حملت المرأة فأنجبت الذكر الثاني فتوفيت البنت الثانية وفي المرة الثالثة أنجبت الذكر الثالث فتوفيت البنت الثالثة لم يبقى له من بنات سوى تلك الرضيعة التي كان يضعها على عتبة المسجد ذهبت البنات كان ربنا قد أكرمه بخلفة البنات لكنه كان غاضبا من ذلك فأعطاه الله تعالى خلفة الدكور وأحد منه تلك البنات التي كان يغضب عليهم مرت السنوات الطوال وكبر الأبناء لكن هؤلاء الأبناء سرعان ما اشتغلوا وتزوجوا وانصرفوا عن العائلة لم يعد أحد من الأفراد الأسرة يعتني بي الأم توفيت بقي الوالد طال عمره وصار مسنا وصار مريضا من صار يعتني به تلك الفتاة التي كان يرفضها والتي كان يرميها على عتبة المسجد الدكور لما كبروا كل واحد منهم يبحث عن رزقه منهم من صافر بعيدا منهم من تغرب وكل منهم تزوج وانشغل بزوجته وأولاده وأصهاره ولا أحد لم يعد يهتم بهذا الوالد سوى تلك الفتاة الصغرى التي كانت رضيعة وكان زاهدا فيها وكان يريد أن يرميها إلى الشارع لما كبرت صارت هذه الفتاة فيها رحمة وفيها حنان وصارت تعتني بالوالد تعتني به وتقيم له شؤونه وهو مريض مسن يعاني منها شاشة العظام وفي وضعية صعبة هذه المعلمة تحكي هذه القصة والناس ينظرون إليها حتى جاءت الخاتمة فقالت لهم أو تدرون من تكون تلك الفتاة التي حددتكم عنها تلك الرضيعة التي كان أبوها يريد أن يرميها في أباب المسجد قالوا من؟ قالت هي أنا هي أنا أنا الآن كبرت ولم أتزوج لأنني أريد أن أبر بوالدي والدي لم يعد له من أحد يعتني به ليس له أحد يعطيه المساعدة فالذكور فروا عنه والأم توفيت وأنا بقي بين يداي فهي أمانة لهذا كل ما تقدم إلي عريس كنت أرفض ولا أشعل بالي بالزواج وكل هذا من أجل أن أعتني بوالدي فتعجب الحاضرون والحاضرات وقالوا معذرة لقد كنا نسيء بك الضن نقول هذه السيدة لم تتزوج ربما عندها خفايا وعندها أسرار يبدو أنك ضحيت من أجل والدك ضحيت بشبابك وعمرك وسعادتك فقال بعضهم لقد كبرت الآن وتجاوزت الأربعين ربما قد يتعذر عليك الإنجاب بكت دمعتين بدأ الناس يوسونها والحاضرون صاروا يصفقون الحاضرون من آباء وأولياء التلاميذ صاروا يصفقون وفي اللحظة صعد أب من أولياء الأمور أب عنده ثلاث بنات يدرس في نفس المدرسة صعد إلى المنصة وقال أمام الملأ وهو معروف أنه كان شخص طبيب وإنسان رفيع المقام فقال لهذه المعلمة أمام الملأ أرجوكي أطلب منك طلب أنا زوجتي توفيت وتركت لي ثلاث بنات وأبحث لهم عن أم حنون عطوف ولم أجد كل من التقيت بها إلا وحاولت أن أقترب منها وجدت بأنها لن تكون على حنان وعطف مع بناتي ومما سمعت منك ما سمعت ودي التضحية قلت في نفسي أنك أنت أنت التي كنت أبحث عنها فأنا الطبيب مختص في العظام وفي أجزة العظام سأعتني بوالدك ولكن بالمقابل أن تعتني أنت ببناتي ففجأ الجميع كيف أن هذه المعلمة صارت محنوضة لقد تم خطبتها أمام الملأ داخل المدرسة والمدير والمدرسات والمعلمين والمعلمات وابتسب لها الحظ فشجعناها على القبول وقبلت ومن ثم عقد زفاف عظيم بين هذه المعلمة وبين ذلك الطبيب هي محتاجة إلى من يعالج والدها المريض المسم المصاب بهششة العظام والطبيب محتاج إلى زوجة وأم حنون ترعى بناته الثلاثة وهي الأخرى لا تزال حرقة فرقة أخواتها الثلاثة لا زالت تندمل في قلبها وكأنما باعت الله لها ثلاث بنات كأنهن أخواتهن أخواتها التي فارقنا الحياة مبكرا وكأن الله عوضها في الخلفة والأولاد ولما نظر الناس إلى حالهم قالوا سبحان من سخر هذا لهذا إنها كلمة حق سبحان من سخر هذا لهذا تجعل الإنسان يشعر بأنه ليس وحيدا في هذه الأرض ولا في هذه الحياة هناك مدبر حكيم الله سبحانه وتعالى إذا أراد في أي لحظة قد يسخر فلان لفلانة وفلان لفلان وقد يرزق الله تعالى بعضهم ببعض وقد ينصر الله تعالى بعضهم ببعض كل هذا مدى يحتاج منا أن يكون لدى الإنسان قلبا طاهرا ونفسا زكية وأنه يحافظ على النية الحسنة لأن صاحب النية هو الذي يفوز كل من كان عنده نية حسنة فإن الله تعالى وعد بأنه لن يتركه سدى وإنما سوف يأخذ بيده ويسخر له أفضل وأطيب خلقه فنسأل الله تعالى كل من كان مهموم وكل من كان مأزوم وكل من كان مريض أو سقيم وكل من كان فقير أو محتاج نسأل الله تعالى أن يسخر له من يأخذ بيده في الوقت المناسب عاجل غير آجل نسأل الله تعالى أن يدبر له الأمر وأن يحقق له الرجاء وأن يبلغه المقصود قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله